فرمينو الأول وبعد كده تروح لصلاح بعد كده تروح لبيرتسون وربيرتسون ياخدها من توماس بارتي اللي هو أقوى منه بدنيا ويروح يلعب العرضية بشكل مصبوط وتروح لفرمينو وفرمينو يخلص وفرمينو زي ما أنت ما قلت هو أقل من ديجو جوتا السنة دي لكن بص بقى إزاي الراجل هو خلاص مخه تشال وتحط أداة الضغط اللي حطتها يورجان كلوب اللي زراعها في مانيو وفي صلاح وفي باقي اللعيبة فالراجل حتى وإن كانت مستوياته التهدفية قلت لكن عارف ونزل يعمل إيه وده سبب أصلا نزوله من البداية يعني ديجو جوتا لو ما كانش يجابه بجول كان في المينو هينزل بس خلاص هو الراجل استغل الغلطة بتاعة رمز دل وسجل بس خلاص التغيير حصل حصل ولو حتى كانت النتيجة 5-0 كنبارد يورجان كلوب لتغييرات دي وانت راجل بتشجع لوفر بول وعارف الجولين للنهاردة أفكار يورجان كلوب بالزبط الجول الأولاني انت هدفك كله انك تلاقي ثغرة أو تشانيل معينة ما بين المساك والزهير وتفضل تدور الكورة لحد ما تروح لالكنترا هو بقى الراجل الماسترو بتاع الفيرة اللي عنده قدرة ان يحط تمريره هو أصلا جاي عشان تمريره 30 متر اللي فعوم قد دفاعي هو جاي عشان ليه هوا كان هيعملها الأول للوفر بول كان هيعملها الأول لأول كان هيعملها الأول لأول كلم هو تهاجه نفسه بعد المطش في التصريحات الصحفية في ميكست زون قال لك أنا عملت أسست لكا زيت بس ما استغلوش فكان لازل يعمل أسست لناحية الثاني فالحقيقة دي فكرة هيلة جدا والفكرة الثانية بتاع الضغط العكسي هذا آخر حاجة هقولها في الحتة دي عشان ما طولش صلاح وهو بيشوت الكورة قبل الجول الثاني وهو بيشوت الكورة مجرد مخرجة من رجله هو جري يضغط وهو متوقع نا هترد في وسط غابة السقان الموجودة هي هترد المدافع أرسل قبل ما يستلم ويلف لأ صلاح بيحط رجله معه ويعمل ضغط عكسي فبناخد الكورة وبنروح